يلا نعمل مع بعض النهاردة بسكوت الافراح في البيت بكل سهولة يلا بدأوا معي الفيديو حطوا لايك وعملوا معي اشتراك في الكنان ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بقال كتير ما عملتش فيديوهات ما نزلتش لكم فيديوهات معلش بقى سامحوني يلا نبدأ بقى الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الافراح اول حاجة زي ما انت شايفين كده حطيت كوباية ونص من السامنة ده معي كوباية ونص من السامنة اي سامنة بقى اي نوع عندك هينفع بلدي غير بلدي مش مشكلة حطينا كوباية ونص وهنحط عليهم كوباية ونص من الزيت لا لتر الا ربع من الزيت يعني كل كيلو وربع من الدقيق هنحط عليه ربع لتر احنا هنعمل النهاردة اربعة كيلو الا ربع من الدقيق اربعة كيلو الا ربع تقدري تعملي المقدار ده تعملي تلتو بس حطيت بقى كوباية ونص سامنة عليها تلت تربع لتر من الزيت والزيت لازم بقى يكون حلو كده علشان يخلي البسكوت معاك حلو حطيت عليهم رشة من الملح وهضيف بقى السكر بتاعي هضيف كده ست كوبايات من السكر تقدري تعملي برضو زي ما قلتلك كده تلتو بقدار اللي هو كيلو وربع من الدقيق وتاخدي بقى كوباية سكر ونص كوباية زيت ونص كوباية ربع لتر من الزيت ونص كوباية سامنة يعني شوف انت بقى ايه هتعملي ازاي كده انا عاملاك كده ثلاث مقادير يعني كده حطيت ست كوبايات من السكر حطينا الزيت والسامنة ورشة الملح وضفنا ست كوبايات من السكر هسيب لكم برضو من مقادير كده في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا لها حطينا كده ست كوبايات من السكر هجيب بقى المضرب ولو ما عنديكش مضرب بقى ديك عادي خالص تقدر ادي في سكر بودرة لو انت بقى مفيش مضرب برضو سكر بودرة وحطي كده هيندمج معاك المكونات بسرعة الساروخ مش هتحتاجه ايه المضرب ولا ايه حاجة انا عشان حطى سكر من الحبيبات بس حبيباته نعمة يعني فهجبت المضرب زي كده وهضرب بقى كل المكونات بالمضرب كده لحد ما تمتزج معاها عايزة ادوب السكر بأكبر قدر هنضرب معا بعد كده السكر حطوا بقى لايك للفيديو قولوا لي بتتابعوني من اي بلد تقدروا تدخلوا على جميع فيديوهاتي هتلاقوا برضو عندكم وصفات حلوة كتيرة هتعجبكم وسمحوني بقى علشان اليومين دولت ما بنزلش فيديوهات لاني مجغلة جدا كل سنوان طيبين بمناسبة العيد كبير عيد الاطحى وطبعا احنا في موسم بقى افراح وكده فقلت بقى انزل لكم وصفة الباسكوت انا بالنسبة لكده بقى لما جوانب التاع ده الطبق اللي انا بعمل فيه علشان كل المكونات بقى كده تمتزج معا بعضها زي ما انت شايفين الخليط خلاص بدأ يبيض معانا فبعد كده هنضيف البيض واحدة واحدة بس نضرب شوية بس كده في السمنة وبعدين نبدأ نضيف البيض بص هو الباسكوت ده موفر جدا وبعدين انا هعمله النهاردة من غير برطقان فهتلاقي طعمه مختلف خالص غير اللي بنحطله برطقان او تانج ده هيبقى طعم اللي هو ما فيوش المزازة فيه كده بس انا بصراحة يعني طعمه عجبني جدا لان ما فيوش المزازة بتاعت البرطقان فحبته اوي خلاص كده انا هبدأ اضيف البيض وهضيف عندي بقى كده قد ايه بقى عدد من البيض هنضيف لكل كيلو ربع من الدقيق اربع بدوات فانا عاملة كده اربع كيلو ربع من الدقيق هضيف لهم اتناشر بيضة ممكن تكسري لو انت مش واسكة اوي في البيض اللي انت بتحتي اكسري بره في طبق كده علشان واحدة واحدة يعني عشان لو في بيضة مش حلوة ولا حاجة انا بصراحة ضيفت البيض كل مرة واحدة زي كده زي ما انت شايفين بس انا ايه جاي بصابح حلو لسه فكده هنضيف مع بعض اتناشر بيضة خلاص كده خلصنا اه حطينا اتناشر بيضة هنضيف لهم كده قد ست كياس اه من الفانيليا او لو عندك بقى فانيليا بودر اه دي في معلقة مليانة كده علشان تخلي يعني ريحته حلوة وما تقلقوش جيء خالص يعني لان احنا هنحطنا شادر فما بتخليش في ريحة زفارة للبيض بس بتضيفي برضو فانيليا احتياطي ضفت كده ست كياس من الفانيليا وهاجبها المضرب وادرب كل الكلام ده مع بعض كان في كسين كده كنت انا ضفت اربعة وفضل كسين كده كانوا مستخبيين مني كده فجبتهم وحطتهم وهنضرب كل المكونات مع بعضه عاوز اقولك ان انت لو قللت في المقادير او المقادير اختلفت شوية والعجينة كانت يبسة معاكي هتطلع هيطلع من المشارشة زي ما انا طلع معاكي لو انت بقى حباء امشي على المقادير بالزبط امشي على المقادير بالزبط اللي انا ايلالك علىها دي هيطلع معاكي البسكوت الناف فان المقادير فعلا كانت اختلفت معاكي شوية في السمنة اضفت سمنة اكتر فالعجينة يعني طلعت نشفة شوية فانت هتشوفوا برضو ايه الشرشة بتاعتها مشارشة زي البسكوت الثاني بس انت لو مشيت على المقادير بالزبط هتلاقي ايه البسكوت اللي هو الناعم بتاع الافراح بالزبط جبت كده كباية ونص من اللبن هضيف عليهم كده اربع معالق ونص من النشادر مليانين واللبن بقى دافي شوية تقدر تضيفي بدل اللبن عصير برتقاء يعني لو ما عندكش لبن دفي عصير برتقاء خلاص كده اللبت في النشادر هضيفها بقى على الخليط اللي احنا ضربناه وبالمضرب كده وهكمل ضرب شوية يعني كده لحد ما قوله يمتزج مع بعض بس كده سهل جدا وبسيط وما فيش فيه بس بيحتاج بقى ايه مساعدة معاك وانت بالدواري الماكنة ده كده هنعمله بالماكنة ان شاء الله فبتحتاج بقى حد يساعد معاك عشان ايه تنجزي وما تتعبش اوي بس انما هو طريقة عجينه سهلة جدا عندي بقى كده الدقيق بيكون منخوله مجهزة اربعة كيلو اربعة كيلو الا ربع يعني ايه تلات مقادير اربعة كيلو الا ربع تمام كده هنضيف بقى البودر على الدقيق قبل من حطه على الخليط اللي موبيت ده اللي احنا ضربناه فهنضيف بقى كيس ونص من البودر بيكونج بودر العادي خالص هنضيف كده كيس ونص معاك معاك مساعدة بقى وحطط لي الكيس التاني كله فانا بشيل منه شوية كده زي ما انت شايفيه هو كيس ونص بس بودر كفاية خلاص كده دفنا نكيس ونص من البيكونج بودر والملح احنا ضيفينه في الاول فمش محتاجين ان احنا نضيف بيكونج ملح تاني فهنقلب البودر معاك دقيق ونخلط كله مع بعض كده كده تمام يلا بقى ايه نجيب الخليط ده على ده ونشتغل والدنيا تبقى تمام هو كل الحكاية انا عندي بقى ايه عجز في الحاجة اللي بعمل فيها ماشي واسع قوي فهنصرف بقى هنصرف هنجيب شوية هنا وشوية هنا المهمة ان احنا هنخلطهم يعني هنخلطهم سامحوني بقى مش عارف هنزل لكم فيديوهات لحد بعد العيد عشان يعني عندنا مناسبة ومش هنعرف بقى ايه ان احنا نفضى وكده ومش هينفع ان انا اعمل اي فيديوهات غير بعد العيد طبعا مفيش نت كمان هيبقى عندي شاهدوا بقى الفيديو ده كده عوزي يجيب مشاهدات كتير قوي وفضلوا مستمرين معايا على القناة ان شاء الله نتواصل مع بعض تاني اه فقرة بفرصة والقناة بقى عناها فيديوهات كتيرة انواع كيك واللي احنا بنعملوا كلهم مع بعض وتقدروا تتابعوني بقى كده على القناة كده بنضيف الدقيق واحدة واحدة طبعا الباسكوت ما بيحتاجش عجن كدير فاحنا دلوقتي دخلنا الدقيق في المكونات دي كلها مع بعضها وخلاص كده ما عجلناش يعني زي العجين العادي لأ وكل الحكاية ان احنا بندخل الدقيق في الخليط يعني بس كده ندخل بقى على بقية الشغل ونعمل ايه نجيب المكونات نحطها ونبدأ بقى نقطع الباسكوت طبعا مشغلين بقى الفرن دلوقتي كده على درجة حرارة مية وتمانين درجة حرارة مية وتمانين وبتشغلوا على بتحطوا الباسكوت على الشبكة والسجان بتندهن بالزيت سجان الباسكوت لازم تندهن بالزيت لانه بيلزق فا دلوقتي كده يلا تعالوا نروح على التربيزة كده وننصب المكانة ونشوف الباسكوت هنقطعه ازاي? دلوقتي كده بعد ما انا صبت الماكينة زي ما انتم شايفين كده عملتها على التربيزة وبدأت ان انا اعمل الباسكوت بالشكل ده اه طبعا انا لسه بجرب كده صاج فعملت الفرمة اللي هي الرفيعة كده العجين اخدوا بالكم انها اه نشفة معي عشان كده بيطلع مش هرشات تقدروا لو انت همشوا على المقدير بالزبط هيطلع معاكم الباسكوت الناعم فهنقطع بقى كده مع بعض الباسكوت وبنجرب بقى صاج كده وبنشوف النتيجة معانا يعني بنجرب صاج واحد في الاول وبعد كده بنشوف النتيجة الاول مظبوطة ومرضية تمام مش مظبوط مش مظبوط يعني معايا فبشوف ايه اللي بنقصه وبقى يعني بعمله محتاج ايه بالزبط محتاج لبن محتاج سمنة كده بس ان شاء الله امشوا بس على المقدير مظبوط وان شاء الله هيبقى تمام التمام معاكم واحلم اللي انا عملته كمانا انا لما بيكون حد جنبي وانا بعمل حاجة فلازم بنسى حاجة فانا بقى السمنة بدل ما ضيفها كباية ونص ضفتها كيلو الا ربعة علشان كده الباسكوت طلع خشن اه زي ما انت شايفين كده وطلع من المشارشب فانت لو هتعملوا بنفس المقدير هيطلع معاكم باسكوت النشادر الهش الفلاحي الخفيف بتاع الافراغ بس هو في الاخر برضو كان طعمه حلو وتحفل ادي الباسكوت بتاعنا بعد السوا خلاص انا حطته كده في كارتونة ان شاء الله يعجبكم وتجربوه تمشوا على المقدير واشوفكم على خير في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتارى 湯 كات للمشارك إنسان